بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هذه الآية الكريمة تتحدث عن فضل المساجد وقد جاءت عقب قوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء أعقب الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة المتحدثة عن النور الإلهي الذي لا يمكن تصور حقيقته والذي قربه الله إلى الأزهان بهذه الآية الكريمة أعقبها الله بقوله في بيوت قال المفسرون أراد الله بذلك أن يبين أن نوره جل في علاه يرى في بيوته في مساجده في بيوت عبادته جل في علاه هنا يتجلى النور هنا يشرق نور رب العزة جل في علاه ويطلع على قلوب العباد ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رب العزة جل في علاه بيوتي في الأرض المساجد وزوارها عمارها وحق على المزور أن يكرم زائره فيبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن بيوت الله التي اصطفاها لنفسه هي المساجد ويبين فضل العبادة في هذه المساجد وفضل قبول العمل الصالح فيها فالصلاة في المسجد تزيد على صلاة الإنسان في بيته وفي عمله وفي سوقه بسبع وعشرين ضعف كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أن المصلي لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ثم هو في المسجد في صلاة منتظر الصلاة ما دام منتظرا لعبادة الله فهو في صلاة ما زال جالسا في عبادة الله فسوابه مستمر كأنه يصلي ولذلك استحبت الشريعة الاعتكاف في المسجد وهو عبادة عظيمة تشرع في العشر الأواخر من شهر رمضان وتجوز في سائر العام وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأوائل منذ الحجة أيضا وبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم فضل الاعتكاف بقوله من اعتكف قدر فواق ناقة يعني نحو سلس ساعة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل كأنه كان لديه عبد فأعتقه في سبيل الله فيحصل بذلك ثوابا جزيلا فما أعظم الصلاة في المسجد وما أعظم الجلوس في المسجد وما أعظم الاعتكاف في المسجد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد في المجالس العلمية يعلم أصحابه ويلقنهم الحديث ويلقنهم القرآن وكان صلى الله عليه وآله وسلم يلقى الوفود ويجتمع في المسجد لحل المشكلات ويجتمع في المسجد لعمل الأفراح ويجتمع في المسجد لكل قضايا الأمة وما يهمها ويجتمع في المسجد ليفصل بين المتنازعين وليجهز لغزوة من الغزوات وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الصحابة في كل أوقاتهم في المسجد ويتخولهم بالموعظة ويكلمهم في أمر الدنيا والدين فما أعظم المساجد وما أوجب أن نرجع إليها ونجلس فيها لنقرأ كتاب الله ونذكر الله جل في علاه ونستنشق النور ونجتزب النور إلى قلوبنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من من تعلق قلبه بالمسجد ومن من داوم على الصلاة في المسجد ومن من داوم على الجلوس في المسجد وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يرضيه جل في علاه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة